الحمد لله رب العالمين من أمرنا رشدا أيها الإخوة هذا هو الدرس الأخير في هذه السلسلة من الدروس في هذه الدورة العلمية وبه ننتهي مما أردنا شرحه في عمدة الفقه بإذن الله تعالى سأتناول في هذا الدرس باب مسائل وأحكام باب الذكاء ثم مسائل وأحكام كتاب الصيد ثم باب المضطر ونقف عند باب النذر نستكمل إن شاء الله الشرح في دورة قادمة بإذن الله عز وجل قال مصنف رحمه الله تعالى باب الذكاء الذكاء بالذال معناها في اللغة تمام الشيء وسمي الذكاء وسمي الذبح ذكاتا لأنه إتمام الزهوق ومنه قول الله تعالى إلا ما ذكيتم أي إلا ما أدركتموه حيا فأتممتموه ثم استعمل في الزبح مطلقا يقال ذك الشات تذكية أي ذبحها ومعنى الذكاء واصطلاح الفقهة ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول أو عقر ممتنع ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول أو عقر ممتنع فالذبح يكون للبقر والغنم والنحر يكون للإبل أو عقر ممتنع يعني إذا امتنع هذا الحيوان وندى كما سيأتي فيعقر بأي شيء وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى وقد تفق العلم على أن محل الذكاة في الحيوان المقدور عليه هو الحلق واللبة ولا يجوز الذبح في غير هذا الموضع الحلق بالنسبة للمذبوح واللبة بالنسبة للمنحور والحكمة من الذكاة تطييب الحيوان المذكى فإن الميتة حرمت لاحتقال الرطوبات والفضلات فيها فإن الميتة إنما حرمت لاحتقال الرطوبات والفضلات في الدم الخبيث والذكاة تزيل ذلك ولهذا ما لا دم له سائل فإنه كالحشرات مثلا لا ينجسوا بالموت ما لا دم له سائل لا ينجسوا بالموت مثل مثلا الذباب والحشرات الصغيرة ونحو ذلك التي ليس لها دم سائل هذه لا تنجس بالموت لأنه ليس لفيها دم والنجاسة إنما تكون بسبب احتقان الفضلات والرطوبات في الحيوان والذكاة تطيبها قال المصنف رحمه الله نستمر عبارة مصنف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف ولجميع المسلمين قال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب الذكاة يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى إلا السرطان ونحوه ولا يباح من البر شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه نعم قال يباح كل ما في البحر بغير ذكاة الحيوالات البحرية لا تحتاج إلى ذكاة فتباح بغير ذكاة لأن ميتتها حلال أصلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته فالسمك مثلا لا يحتاج إلى تذكية والحوت لا يحتاج إلى تذكية حيوالات البحر عموما لا تحتاج إلى تذكية فحيوالات البحر تباح بغير ذكاة بمجرد إخراجها من البحر وهي ميتة حلال أو حتى إذا خرجت وهي حية ثم ماتت حلال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وأما حيوانات البر قال إلا ما يعيش في البر يعني من حيوانات البحر كالسلحفاه فلا يباح حتى يذكى لأنه يعيش في البر وله دم يسيل فلا يبيحه إلا الذكاة قال إلا السرطان ونحوه يعني مما يعيش في البر والبحر فهذا لابد له من ذكاة يعني إلا السرطان ونحوه هنا استثنى المؤلف السرطان يعني مما يعيش في البر والبحر لكن ليس له دم يسيل فهذا يباح بغير ذكاة فقول المصنف إلا السرطان السرطان يعيش في البر والبحر لكن ليس له دم ما له دم يسيل فلذلك يباح أكله بغير ذكاه لأن مقصود الذكاه هو إخراج الدم من الحيوان وتطيب اللحم فما لا دم له لا حاجة لذبحه قال ولا يباح من البر شيء بغير ذكاه حيوانات البر كلها يجب أن تذكها لا يباح شيء منها بغير ذكاه لقول الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ودل هذا على أن حيوانات البر لا بد فيها من الذكاه لكن استثنى من ذلك قال إلا الجراد وشبهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد في رواية الحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحان فالجراد يباح بغير ذكاه ولذلك الناس من قديم الزمان إذا أتى الجراد يغمسون في الماء الحار ويأكلونه لا يحتاج إلى أن يذكى وكذلك أيضا الحيتان والأسماك وحيوانات البحر عموما لا تحتاج إلى ذكات قال رحمه الله والذكات تنقسم ثلاثة أقسام نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز ويشترط للذكات كلها ثلاثة شروط نعم الذكات تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما أشرنا في التعريف نحر وذبح وعقر فالذبح يكون في أعلى الحلق ويكون للبقر وللغنم وأما النحر فيكون في اللبة واللبة هي الوهدة التي ما بين الرقبة والصدر الوهدة التي ما بين الرقبة والصدر وهذا يكون للإبل خاصة وأما العقر فيكون بقتل الحيوان المعجوز عن إمساكه سواء أن كان من بهيمة الأنعام أو من الصيد قالوا يستحبوا نحر الإبل وهذا بإجماع العلماء قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاتكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها فتعقل إحدى يديها وتنحر في اللبة في الوهدة التي ما بين الصدر والعنق قال وذبح ما سواها يعني ذبح البقر والغنم ولكن مع ذلك إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جازا لأن المقصود انهاروا الدم وهم متحققوا بذلك لكن الأفضل أن يكون النحر للإبل والذبح للبقر والغنم ولهذا قال مصنف فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز ثم انتقل المؤلم بعد ذلك لكلامي عن شروط صحة الذكات نعم قال رحمه الله واشترط للذكات كلها ثلاثة شروط أحدها أهلية المذكي وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا وإن كان أخرسا وإن كان أخرسا أشار إلى السماء فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وإن تركها ساهيا حلت وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهواء الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والضفر إلا السن والضفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والضفر نعم إن شروط الذكاء ثلاثة الأول أهلية المذكي وبين المؤلف المقصودة بأهلية المذكي قال وهو أن يكون عاقلا فلا تصح التذكية من المجنون قادرا على الذبح قادرا على الذبح وأن يكون أيضا مسلما أو كتابيا والمقصود بالكتاب اليهود أو النصراني فذبيحة أهل الكتاب حلال لنا من قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وعلى ذلك الذبائح المستوردة من بلاد أهل الكتاب الأصل فيها الحل الدواج المستوردة مثلا من بلاد أهل الكتاب الأصل أنها حلال وقد جاء في الصحيح البخارع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء نأناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا يعني لا تسألوا ما دام أنهم أهل الكتاب فلا تسألوا الأصل هو الصحة والأصل هو الحل وعلى ذلك فاللحم المستوردة من بلاد يدين أهلها بديانة أهل الكتاب فإن الأصل فيها الحل بخلاف اللحم التي تستورد من بلاد لا يدين أهلها بديانة أهل الكتاب كالبوذية مثلا ونحوها فهذه لا تحل ذبائحهم إذن الأول أهلية المذكي وعلى ذلك يصح الذبح من الصبي المميز لأن الصبي المميز يصدق عليه أنه عاقل فإذا كان يحسن الذبح يصح ذبحه كان يكون عمره مثلا عشر سنين فيصح ذبحه وكذلك أيضا يصح الذبح من المرأة المرأة في ذلك كالرجل كما جاء في قصة كعب بن مالك قال أبصرت جارية لنا شاتا بسلع تكاد أن تموت فأخذت حجرا فذبحتها فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها رواه البخاري فدل هذا على أن المرأة كالرجل تحل ذبيحتها وبعض العامة أيضا عندهم اعتقاد أن المرأة إذا كانت حائض لا تحل ذبيحتها وهذا لا أصل له لا علاقة الحيض بالذبح فالمرأة كالرجل في الذبح تماما ولهذا قال المصنف فأما الطفل يعني غير المميز فلا تحل ذبيحته وذلك لأن الذكاة يعتبر لها القصد وغير المميز لا يعقل النية طفل مثل عمره أربع سنوات ذبح لا تحل ذبيحته والمجنون أيضا لا تحل ذبيحته لأن الذبح تاج إلى القصد القصد لا يصح من المجنون والكافر الذي ليس بكتابه كما أشرنا مثل البوذريين والوثنيين ونحوهم فهؤلاء لا تحل ذبائحهم قال فلا تحل ذبيحته والشرط الثاني قال أن يذكر يعني المذكي اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة للصيد إن كان ناطقا لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلا بد من ذكر اسم الله تعالى عند الذبح فلو أن الذبح تعمد أن يترك التسمية لم تحل الذبيحة وقوله أو إرسال الآلة في الصيد سيئة الكلام عن الصيد في الباب الآتي يعني عندما يريد إرسال الكلب المعلم للصيد يسمي عندما يريد إرسال الطير كالصقر مثلا للصيد يسمي هذا هو المقصود إن كان ناطقا يعني ليس بأخرس ويستحب أيضا مع التسمية التكبير فيقول بسم الله والله أكبر لكن التكبير مستحب وليس واجبا وعما التسمية فهي واجبة فالتسمية وجوبا والتكبير استحبابا قال وإن كان أخرس أشار إلى السماء الأخرس الذي لا يستطيع يتكلم يسمي في قلبه ويشير إلى السماء ويكفي ذلك لأن الإشارة من الأخرس مع النطق تقوم مقام النطق ولأن إشارته إلى السماء تعني قصده تسمية الذي في السماء هو الله عز وجل أأمنتم ما في السماء أن يخسب بكم الأرض فهو الله سبحانه وتعالى قال فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل إن تعمد ترك التسمية لم تحل الذبيحة لقول الله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن تركها ساهيا حلت يعني نسي التسمية فتحل الذبيحة وهذه المسألة حل خلاف بين الفقه القول الأول أن من ترك التسمية ناسيا حلت ذبيحته وإلى هذا ذهب وعلى هذا المذاهب الأربعة المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بل إن ابن جليل الطبري عده إجماعا واستدله بعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس قول الله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واختأنا قال الله قد فعلت والقول النبي عليه الصلاة والسلام من الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه وأيضا هناك دليل آخر استذل به أشار إليه البخاري في صحيحه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق قال البخاري والناس لا يسمى فاسقا انظر إلى دقة الاستدلال والناس لا يسمى فاسق الله قال وإنه ترك التسمية فاسق وعند جميع العلماء أن الناس لا يسمى فاسقا القول الثاني لا بد أن نشير إليه لقوته أن من ترك التسمية ناس لا تحل ذبيحته وهذا قول قوي له وجاهته وهو رواي عن أحمد واختاره بن تيمية وإيضا اختاره محمد بعثمين رحمه الله تعالى له في رسالة في الذكاء أيضا نصر هذا القول ولكن الأقرب والله أعلم هو قول الجمهور وهو أنه إذا ترك التسمية ناسيا أن الذبيحة حلال لأن الناس لا يسمى فاسقا والله تعالى قال وَلَا تَأْكُلُوا مَا لَمِلْكُوا لَسْمُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ فالأقرب ما عليه أكثر أهل العلم من أن من ترك التسمية ناسيا أن ذبيحته حلال قال وَإِنْ تَرَكَ عَلَى الصَّيْدِ لَمْ يَحِلْ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوَا المذهب عند الحنابلة أن من ترك التسمية ناسيا في الصيد لم يحل الصيد أما في الذكات فتحل ففرقوا بين الذكات وبين الصيد وهذا التفريق ليس عليه دليل ظاهر ولذلك الصواب أن الصيد مثل الذكات أنه إذا ترك التسمية ناسيا أنه حلال هذا هو القول الراجع في المسألة أما القول بالتفريق بين الصيد والذكات فهذا التفريق لا دليل عليه وعلى هذا نقول من ترك التسمية ناسيا فالذبيحة حلال في الذكاة والصيد حلال بالنسبة للصيد على القول الراجح الثالث من شروط الذكاة أن يذكي بمحدد فلا بد أن تكون الذكاة بشيء حاد سواء كان من حديد مثل السكين مثلا أو حجر له حد أو قصب وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة تفق عليه فإنهار الدم إنما يكون بالمحدد كالسكين ونحوها وأما الذبح بالسن فلا يجوز لأنه عظم وأما الظفر فلا يجوز لأنها مدي الحبشة يعني سكاكين الحبشة كانوا يطيلون أظفارهم ثم يأتون للصيد للطيور ويذبحونها بهذه الأظفار فنهين عن التشبه بهم ثم ذكر الحديث قال لقول رسول إلا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر نعم قال رحمه الله ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وإن نصب المناجل للصيد وسما فعقرت الصيد وقتلته حلا نعم قال ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد المؤلف ذكر أحكام الصيد هنا مع أنه ذكر كتاب الصيد بعد ذلك ولو أنه جمع مسائل الصيد بكتاب الصيد لكان هذا أحسن قال ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد يعني في أي موضع من جسد الصيد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض والمعراض عصى طرفها محدد قد يكون في طرفها حديدة أو سهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل ما خزق يعني خرق لكونه محددا فكل أما ما أصاب بعرضه فإنه لا يحل قال أو يرسل جارحا أي يرسل كلبا معلما أو فهدا معلما أو سقرا معلما ونحو ذلك يجرح الصيد في أي موضوع من جسده لقول الله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه قال فإن قتل الصيد بحجر يعني لا حد له أو بندق البندق معناها الطين المدور يرمى به قديما وليس المراد بالبندق ما يفهمه بعض الناس أنه السلاح الذي يسمى البندقية ليس هذا هو المقصود وإن المقصود بالبندق طين مدور كان يرمى به قديما أو شبكة يعني وضع شبكة ثم أتى الصيد ومات فلا يحل أو قتل الحيوان الجارح الصيد بصدمته أتى الكلب وصدمه أتى الصقر وصدمه فمات فلا يحل لأنه وقيذ موقوذة أو خنقه أتى الكلب المعلم وخنق الصيد حتى مات فلا يحل لأنه موقوذ أو روعته روعه حتى مات فلا يحل قال وَإِنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ أَكَلَ مَا قَتَلَ بِحَدِّهِ دُونَ مَا قَتَلَ بِعَرْضِهِ وهذا بالنص كما في حديث عدي بن حاتم لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعرام قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وإن نصب المناجل المناجل جمع منجل وهو المحش الذي يحصد به الزرع وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيدة وقتلته حل وذلك لأنه قد قتل الصيدة بشيء محدد أشبه ما لو صاده بحد المعرام طيب ما رأيكم في رجل رأى صيدا ولحقه بالسيارة وصدمه حتى مات ثم أتى وسأل الآن عن حكم هذا الصيد هل هو حلال أو حرام وهذا يحصل كثيرا للذين يصيدون الذين عندهم هواية الصيد يلحق الصيد بالسيارة ثم يصدمه فيموت فهل هذا الصيد حلال أو حرام نعم نعم حرام ارفع صوتك حرام لماذا لأنه قتله بالصدم هذا وقيذ الموقوذ هو الذي يقتل بضربه أو بصدمه والله تعالى قال والموقوذة فهذا حرام طيب لو أنه لما صدمه بالسيارة أدركه وهو حي وذبحه بالسكين حلال أو حرام حلال لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والأحمل الخزير وما هو الله به لغير الله ثم قال والمنخنقة والموقوذة ثم قال في آخر الآية إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم يعني ما أدركتمه حيا فذكيتمه وعلى هذا فينتبع لهذا الذين يصيدون إذا صدمه بالسيارة ومات هذا حرام هذا منقوذ وقيذ إذا صدمه ثم أدركه وهو حي ثم ذكاه فهو حلال لقول الله تعالى إلا ما ذكيتم نعم قال رحمه الله فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى وما لا تبقى الحياة مع قطعه الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب رضي الله عنه قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشات من غنمنا فأبصرت جارية لنا بشات من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها نعم قال ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان يعني زيادة على الشروط السابقة الشرط الأول أن يكون في الحلق واللبة أن يكون في الحلق هذا فيما يذبح واللبة فيما ينحر وسبقا ذكرنا معنى اللبة أن الوحدة التي ما بين الصدر والرقبة وقال فيقطع الحلقوم والمري الحلقوم هو مجرى الهواء والنفس والمري مجرى الطعام والشراب فعندهم عند الحنابلة أنه يشترط قط الحلقوم والمري ولا يشترط قطع الودجين الودجان هم العرقان الغليظان الذين يجري منهم الدم إلى بقية البدم محيطان بالحلقوم والمري فالمذهب أنه يشترط قطع الحلقوم والمري ولا يشترط قطع الودجين عندما تذبح الذبيحة تجد عرقان غليظان هذا يسمى الودجان يخرج منهم الدم بغزارة يسمى هذا العرقان الودجان فقول الأول المذهب أنه يشترط قطع الحلقوم والمري فقط والقول الثاني في المسألة أنه يشترط قطع ثلاثة من أربعة أنه يشترط قطع ثلاثة من أربعة الحلقوم والمري والودجين الحلقوم والمري والمجين الودجين ثلاثة وأربعة الحلقوم واحد اثنان المري ثلاثة وأربعة الودجان فيشترط قطع ثلاثة من أربعة وهذا القول ذهب إليه الحنفية والمالكية اختاره الإمام من تيمية رحمه الله وهو القول الراجح وذلك لأن إنهار الدم لا يتحقق إلا بذلك وعلى هذا إذا أردنا أن نضبط هذا القول حقولنا بقطع ثلاثة من أربعة فمعنى ذلك لو قطع الحلقوم والمري وأحد الوذجين تحل أو لا تحل تحل طيب لو قطع الوذجان والحلقوم تحل لأن ثلاثة من أربعة لو قطع الوذجان والمري تحل لأن ثلاثة من أربعة لكن لو قطع الحلقوم والمري لا تحل بناء على هذا القول لأن ثلاثة من أربعة لابد أن يكون ثلاثة من أربعة فإذا على القول الراجح أنه لا بد من ثلاثة من أربعة الحلقوم والمري والوذجان إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة حلت الذبيع انقطع الأربعة كلها هذا هو الأكمل لكن الحد الأدنى للجواز أن يقطع ثلاثة من أربعة لأنه لو قطع الحلقوم والمري فقط لم يتحقق الانهار الانهار لا بد فيه من قطع أحد الوذجين أو قطع الوذجان جميعا لأنهم عرقان غاليظان يجري منهم الدم بغزارة فالقول الراجح إذا عند المحققين في هذه المسألة أنه يشترط للذكاة قطع ثلاثة من هذه الأربعة من الحلقوم والمري والوذجين هذه عدم مارسات خاطئة نعم نعم طيب الشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فإن لم يكن فيها إلا كحياة المذبوح لم تحل لا بد أن يكون في المذبوح حياة مستقرة يذهبها الذبح أما إذا لم يوجد فيه إلا كحياة المذبوح يعني المذبوح أحيانا يتحرك ويرفس وهو ليس حيا ليس حيا الآن إنما تذبح الشاث تجدها تتحرك وترفس بعد قطع الرقبة هذه لا تعتبر حركة تدل على الحياة قال إذن أن يكون المذبوح حياة يذهبها الذبح وما أبينت حشوته حشوته يعني أمعائه لم يحل بالذبح ولا بالنحر لأن هذا الحيوان صار في حكم الميت فلا يبيحه لا الذبح ولا النحر وإن لم يكن كذلك يعني بأن كانت فيه حياته مستقرة عند الذبح حل ثم ذكر المؤلف قصة المرأة في حديث كعب قال لما روى كعب أبو مالك قال كانت لنا غنم ترعى بسلع جبل سلع والمدينة فأبصرت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها لأن هذه المرة أدركت الشاه قبل موتها فذكتها بهذا الحجر فحلت فيدخل هذا في قول الله تعالى إلا ما ذكيتم نعم قال رحمه الله وَأَمَّا الْعَقْرُ فَهُوَ الْقَتْلُ بِجَرْحٍ فِي غَيْرِ الْحَلْقِ وَالْلُّبَّةِ وَيُشْرَعُ فِي كُلِّ حَيْوَانٍ مَعْجُوْزٍ عَنْهُ مِنَ الصَّيْدِ وَالْأَنْعَامِ لِمَا رَوَى رَافِعٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهُوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به أحل أكله نعم انتقل المؤلف لكلام عن عقر الحيوان الممتنع قال وأما العقر يعني معناه فهو القتل في غير الحلق واللبة هذا الحيوان هذا العقر يشرع في ماذا؟ قال يشرع في كل حيوان معجوز عنه سواء كان من الصيد أو من بهيمة الأنعام يعني مثلا بعير شرد أو مثلا ماعز شردت أو شات شردت ما استطاع أن نسيطر عليها ومثل ذلك الصيد أيضا فإنه يعقر يعني يذبح في أي مكان من الجسد في أي مكان من جسده فبسكين أو بمحدد أو حتى باطلاق صلاح ناري عليه اطلاق بندقية مثلا أو نحو ذلك ويباح ليس بالضرورة أنه يذبح لأنه بشرط أن يكون معجوزا عنه يعني هذا البعير الذي هرب الآن وتسلق جبلا عجزنا عنه ماذا نفعل به؟ يرمى مثلا بمسدس أو بندقية ويحل بشرط أن يكون معجوزا عنه والدليل لهذا ذكر المؤلف الدليل حديث رافع قال لما روا رافع أن بعيرا ندى يعني هرب نافرا فأعياهم يعني عجزوا عنه فأهوى إليه رجل بسحم فحبس يعني قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد يعني توحشا كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فهذا عقر الممتنع شات مثلا هربت سلقت جبلا عجزنا عنها ماذا نفعل بها؟ ترمى بمدقية أو بمسدس ونحوه أو حتى بسهم أو سكين فتحل بذلك قال ولو ترد بعير في بئر فتعذر نحره سقط بعير في بئر وهو حي فجرح في أي موضع من جسده حل بأن يجرح بسكين أو يرمى بمدقية أو يرمى بمسدس فإنه يباح ويحل فمات به حل أكله لحديث السابق ولأن هذا المروي عن كثير من الصحابة رضي الله عنه فإذن عندنا ذبح الحيوان وتذكية المقدور عليه وعندنا النحر للإبل وعندنا عقر الممتنع الذي يهرب ونعجز عنه فهذا يذبح أو يرمى في أي مكان من جسده ويحل نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاه والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعيا ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر الثاني أن يرسل الصائد للصيد فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده الثالث أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح نعم قال كتاب الصيد الصيد معناه معنى الصيد اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد إنه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا يعني في أصله غير مقدور عليه وقيل إن الصيد أفضل مأكول وذلك لأنه كسب حلال لا شبهة فيه وقيل إن أفضل المكاسب الزراعة هذا رجعه النوي وجماعته من أهل العلم مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من المسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة وقيل إن أفضل المكاسب التجارة وقيل عمل اليد وقيل إن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال وهذا هو القول الراجح لا يمكن أن نضع قاعدة عامة لأفضل الكسب المهم أن يكون الكسب حلالا وأفضل المكاسب يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وبعض الناس الأفضل بالنسبة له والذي يناسبه مثلا الزراعة وبعض الناس التجارة وبعضهم الصيد وبعضهم عمل اليد وبعضهم غير ذلك فلا نستطيع أن نضع قاعدة عامة لأفضل المكاسب لكن لا شك أن أفضل المكاسب هو ما كان حلالا بعيدا عن الشبهة قال كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه ما أمكن ذبحه وتذكيته فإنه لا يباح إلا بتذكيته بالذبح وما أمكن تذكيته فترك حتى مات فإنه يكون ميته ولا يحل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله قال وما تعذر ذبحه فمات بعقره يعني من الصيد تعذر ذبحه لكن مات بعقره يعني بإرسال مثلا بإطلاق البندقية عليه أو السلاح الناري عليه ونحو ذلك حل بشروط ستة ذكرنا ثلاثة منها في الذكاة وهي أهلية المذكي وأن يذكر اسم الله تعالى وأن يصيد بشيء محدد جارح والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما أن يكون الجارح الصائد كالكلم معلما لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن معلمكم الله وذلك أن الكلاب تقبل التعليم فإذا كان الكلب معلما حل ذبيحته وإذا كان الكلب غير معلم حل صيده وإذا كان الكلب غير معلم لم يحل صيده وهذا يدل أيها الأخوة على شرف العلم إذا كان هذا في الكلاب ما بالك بالإنسان صيد الكلب المعلم حلال صيد الكلب غير معلم حرام حتى الكلاب تشرف بالعلم ما بالك ببني آدم طيب ما معنى تعليم الكلب وضح المؤلف المقصود بتعليم الكلب ذكر له قال وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل فذكر للتعليم الكلب ثلاث علامات العلامة الأولى أنه يسترسل إذا أرسل إذا أطلق على الصيد يسترسل ويذهب يصيد العلامة الثانية يجيب إذا دعي يعني ينزجر بزجره يتجاوب مع الإنسان إذا قيله قف يقف الأمر الثالث أنه إذا أمسك لم يأكل يأتي بالصيد ولا يأكل منه شيئا فهذه ثلاثة شروط في الكلب المعلم يسترسل إذا أرسل إذا دعي أجاب إذا أمسك لم يأكل والمؤلف هنا قال في الكلب والفهد أما الكلب فهذه الشروط الثلاثة يسر تحقيقها لكن الفهد الفهد يقول موفق بقدامة في المغني إنه يعتبر فيه فقط ترك الأكل ترك الأكل خاصة أو بما يعده أهل العرف تعليما لأن الفهد ليس مثل الكلب في الاسترسال إذا أرسل وفي الزجر إذا زجر فالفهد أقل من الكلب يكفي أنه إذا أكل أنه إذا أمسك لم يأكل هذا هو الأرجح والله أعلم في الفهد المعلم لأن الكلب يختلف وأكثر إدراك من الفهد فالفهد يكفي أنه إذا أمسك لم يأكل قال وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فَالطَّائِرِ في الطائر مثل السقر مثلا وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فَالطَّائِرِ الضمير يرجع في قوله في الطائر وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ ذَلِكَ يرجع على ماذا الضمير؟ الأكل أحسنت أنه إذا أمسك لم يأكل فهذا لا يعتبر في الطائر لأن الطائر ليس مثل الكل ولأنه إنما يعلم بالأكل ويتعذر تعليمه بيترك الأكل أرباب الحيوانات يقولون أن هذا صعب تحقيقه في الطائر في الصقر ونحوه أن يقول إذا أمسك لم يأكل هذا لا يمكن في الطائر بينما يمكن في الكل فلذلك الفقهاء قالوا أن هذا لا يعتبر إذا أمسك لم يأكل لا يعتبر في الطائر فمعنى ذلك أن تعليم الطائر أنه يسترسل إذا أرسل وينزجل إذا زجل فقط وأما كونه لا يأكل لا يأكل إذا أمسك فلا يعتبر هذا في الطائر لا يعتبر هذا في الطائر لأنه يتعذر تعليمه ويترك الأكل فهذه هي صفة التعليم فعلى هذا أكمل الحيوانات في التعليم ما هو الكلب الكلب هو أكمل الحيوانات في التعليم سبحان الله الفاهد فقط يعتبر فيه أنه إذا أمسك لا يأكل لكنه لا يستجيب ليس مثل الكلب في الاسترسال وفي الزجر الطائر يستجيب إذا أرسل استرسل أرسل إذا زجر انزجر لكن يتعذر تعليم وترك الأكل وهذا يعرفه أرباب الحيوانات وأهل الصيد يعرفون هذا فلهذا ذكر الفقهاء هذه المعاني قال الثاني يعني من شروط حل الصيد إذا مات بعقره أن يرسل الصائد الجارحة من كلب أو سقر أو غيره للصيد فإذا استرسل الكلب أو السقر ونحوه بنفسه لم يبح صيده لا بد من أن الإنسان يرسل الكلب يرسل السقر لو أن الكلب من نفسه هو ذهب وصاد لا يحل لو أن السقر من نفسه ذهب وصاد لا يحل دليل ذلك قول الله تعالى وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهِ قال وَمَا عَلَّمْتُمْ وَالْكَلْبُ إِذَا استرسل بنفسه فأمسك فإنما أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه فإذا لا بد من إرساله لا بد من إرسال الكلب أو السقر ونحو ذلك أما إذا صاد من غير إرسال فلا يحل لا يحل الصيد الشرط الثالث أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح يعني أطلق مندقية ثم أصابت صيدا الصدفة هل يحل؟ لا يحل لأنها ما قصد ما قصد وهكذا أيضا لو أطلق الكلب وصاد من غير قصد فإنه لا يحل أشبه ما لو نصب سكينا فعثرت بها شات فماتت هل تحل؟ لا تحل فإذا لا بد من هذه الشروط الثلاثة مع الشروط الثلاثة في الذكاء فتكون الشروط ستة ولذلك نضبطها نعدها نعد هذه الشروط الستة مرة ثانية يعني الشرط الأول أهلية المذكي الثاني أن يذكر رسم الله عليه الثالث أن يصيد بجارح أو شيء محدد الرابع أن يكون الجارح الصائد معلما كالكلب والسقر الخامس أن يرسل الصائد أن يرسل الصائد الجارح من كلب أو سقر أن يرسله لكي يصيد فلا يذهب بنفسه السادس أن يقصد الصيد أن يقصد الصيد لا بد من القصد والنية فإذا أرسل سهماً أو مندقيةً أو سلاحاً نارياً مصادفةً فأصاب الصيد لم يحل إنسان أطلق مندقيةً في الهواء أصابت بعض الطيور تحل؟ لا تحل لأنه لم يقصد الصيد نعم قال رحمه الله ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثراً غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات يحتمل أنه مات به لم يحل لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فأمسك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه وإن قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب له ذكات فإن أخذ الكلب له ذكات فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإن غاب عنك يوماً أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك نعم متى شارك الصيد ما لا يباح قتيله لم يحل الصيد لم يحل وذكر مؤلف أمثلة لهذا مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله يعني شارك الكلب كلب آخر لكن لا يدري عن مرسله هل أرسله هل ذكر اسم الله عليه فهنا لا يحل هذا الصيد ومثل ذلك لو أصاب مع السهم سهم آخر يعني أطلقت أنت النار وثم جاء أيضاً طلق ناري من جهة أخرى فأصاب الصيد لا يحل لكن لا تدري هل قصد الصيد أو لم يقصد هل سمى أو لم يسمي قال لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمى عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله رماه بسهم لكن هذا السهم فيه سم لا يدري هل قتله السهم أو قتله السم فلا يحل أو غرق في الماء لا يحل أو وجد به أثراً غير السهم أو الكل لا يحل لأنه ربما يكون مات بسبب غير السهم وغير الكل قال يحتمل أنه مات به لم يحل وهذا يدل على أنه لا بد من التحقق من أنه صاد بالجارح من كلب أو سقر ونحوي أو بالسلاح وتحققت الشروط السابقة فإن كانت لا تتحقق الشروط السابقة أو أنها محتملة فالأصل عدم الحل الأصل عدم الحل أصل المنع والحضر في هذا الباب ثم ذكر حديث عدي عدي بن حاتم كان من الصحابة الذين يصيدون الصيد كان مهتماً بالصيد ولذلك أسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت عن الصيد سأل عدة أسئلة عن الصيد وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه لأن هذا تحققت فيه الشروط وإن قتل ولم يأكل منه فكله لتحقق الشروط الستة التي ذكرنا فإن أخذ الكلب له ذكاء فإن أكل يعني الكلب فلا تأكل لماذا إذا أكل الكلب لا تأكل قال إني أخاه أن يكون إنما أمسك على نفسه لابد في الكلب أن لا يأكل إذا أمسك وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل لماذا قال فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره ولا تدري هل الذي اصطاد كلبك أو كلاب غيرك وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله لأن الظاهر أنه قتله سهمك فكله إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتل أو سهمك وهذا يدل على أن الأصل الحضر والمنع إلا إذا تحقق بأن هذه الشروط الستة قد تحققت وإلا الأصل الحضر والمنع في هذا الباب لا يقال الأصل إباحة هنا هنا في هذا الباب من باب الصيد الأصل الحضر والمنع تبه لهذه نهاية التقعيد الأصل الحضر والمنع إلا ما تحققنا من تحقق الشروط السابقة هذه أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بالذكاة والصيد بقي معنا باب المضطر نعم قال رحمه الله باب المضطر ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه فإن منعه أخذه منه قهرا فإن منعه أخذه منه قهرا وضمنه له متى قدر فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وإن قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها نعم باب المضطر الضرورات بيح المحضورات والله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه قال ومن اضطر فيما خمصة يعني فيما جاعة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه لقول الله تعالى إنما حرم عليكم ميتة والدمى ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني من اضطر للأكل من الميتة غير باغ ولا عاد فالباغ والعادي وصفان لتناول ما يريد أن يأكله من هذه الميتة ومعنى الباغ يعني غير باغ يعني لا يريد بذلك تناول المحرم ولا عاد غير باغ ولا عاد العادي هو المتجاوز قدر الضرورة يعني يأكل قدر الضرورة فقط قال وإن وجد متفقا على تحريمه مثل مثل الخنزير ومختلفا فيه مثل الثعلب مثلا أكل من المختلف فيه لأنه أخف تحريما فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يحل لأن صاحب الطعام أحق به كيف تأخذ طعاما غيرك وتتركه يموت هذا لا يجوز وإن كان صاحب الطعام مستغنيا عنه أخذه منه بثمنة يشتريه منه بثمنة فإن منعه صاحب الطعام قال لا هذا يريد يعني ما عند الشيء يخشى أن يموت من الجوع وهذا إنسان عند طعام قال بعني هذا الطعام رفض أعطني رفض بعني رفض هذا يخشى أن يموت في صحراء أو في مكان ما في إلا هو ما فقط قال أخذه منه قهرا يأخذه منه بالقوة لأن هذا الذي منع الطعام متعدن بهذا المنع متعدن بهذا المنع وضمنه له متى ما قدر يعني يجب على هذا المضطر أن يضمن قيمة هذا الطعام متى ما قدر على الضمان طيب يعني معنى ذلك أنه سيكون بينهما مغالبة وسيأخذ الطعام منه بالقوة ويضمن الطعام فيما بعد طيب ربما أن هذا الشخص يدافع عن نفسه هذا يريد يأخذ منه الطعام بالقوة وهذا سيدافع عن نفسه ربما يقتله قال وربما يقتل المضطر قال فإن قتل المضطر فهو شهيد لماذا؟ لأن هذا المال عند الضرورة أصبح مالا له في الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد طيب لو كان العكس أو قال وعلى قاتله يعني العالم بأنه مضطر ومنعه من الطعام الضمان بالقصاص أو الدية كانت المسألة بالعكس وإن قتل المانع هذا الذي منع الطعام منع من هبته مجانة ومنع من بيعه وقتل المانع فلا ضمان فيه يعني دمه هدر وذلك لأنه متعدن بهذا المنع متعدن بهذا المنع كالصائل ولا يباح التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوي يا عباد الله ولا تتداوي بحرام ولقوله إن الله لم يجعل شفاء أمة فيما حرم عليها فلا يجوز التداوي بالحرام قال وَلَا شُرُبُ الْخَمْرِ مِنْ عَطَشٍ الخمر لا تروي لا تروي الإنسان ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها يعني لو إنسان جاءته غصة ويريد أن يدفع هذه اللقمة ما وجد إلا الخمر يقول يجوز أن يشرب من الخمر بقدر ما يدفع به الغصة لكن السؤال لماذا أصلا وضع الخمر على المائدة لماذا عندها الخمر أصلا هذا المثال يعني مثال يذكر في بعض كتب الفقه وكتب وكتب الأصول وينبغي أن تذكر أمثلة أخرى غير هذا المثال يعني لماذا نفترض أن هذا الإنسان عنده خمر أصلا لماذا يتخذ الخمر لماذا يكون الخمر قريبا منه وتأتيه المجاعة ولا عندها إلا خمر فقط أو يأكل وتأتيه الغصة ولا عندها إلا الخمر نعم يعني هذا المثال مثال غريب يعني لو المث يمثل بغيره يكون هذا أحسن في التمثيل بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد مما أردنا شرحه في هذه الدورة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإن شاء الله نكمل شرح بقية أبواب هذا الكتاب في دورات قادمة بإذن الله تعالى وهذا الكتاب بدأنا فيه من أول الكتاب من الطهارة وصلنا الآن إلى باب النذر ونعيدكم إن شاء الله بإكمال شرح هذا الكتاب في دورات قادمة يعلن عنها في حينه إن شاء الله تعالى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على النبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين